السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم الأستاذة نبين أخصائية الصحة النفسية والتخاطر جلس اليوم النهاردة عن الأفعال الفعل يومي بيستخدمه للطفل خلال اليوم مهارة حياتية لا يمكن الاستغناء عنها فلازم الطفل ينطقها تماما هناخده النهاردة نظافة شخصية يقوم الصفحة طبعا للطفل والدي تبتقده قدام الحوت ويغسل وشه ينطق أغسل أغسل طبعا لو فرجتي على الصورة هتقول له يغسل وشه بس احنا لسه مخدناش هاق الضمير عائدة على المذكر احنا نتكلم دلوقتي بصغط الضمير المتكلم افرجه على الصورة الفعل ويقوم بتقليده يعني يتفرج على الفعل وبعدين يقلده تغذيه حضرتك وتروحي به الحمام وقدامك هو يغسل وشه أثناء غسل وشه حضرتك تنطقي وهو يقول براوكي أغسل وشي أغسل وشي أغسل وشي أغسل وشي أغسل وشي أغسل إيدي أغسل إيدي يغسل إيده الأول قبل غسل الوش في غسل الإيد أكبر الصورة عشان تبقى واضحة للطفل أغسل إيدي بالمية أغسل إيدي بالمية والصبونة أغسل إيدي مية وصبونة أغسل 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 إيدي أغسل إيدي أغسل وشي أغسل إيدي كل يوم الصبح إن شاء الله باستمرار لأنه هو فعل يومي مهارة حياتية يومية لا يمكن الاستغناء عنها فعلى طول باستمرار إن شاء الله هتثبت بإذن الله أغسل أسناني أغسل أسناني أغسل أسناني أغسل أسناني وهو برضو أثناء الفعل فرجي الصورة وبعدين هو يقوم بتقليدها في الحمام الفرشة والمعجون ويقوم بتقليد الصورة أغسل أسناني أغسل أسناني أغسل أسناني أغسل أسناني أغسل أسناني 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 أس boa هلو مقطعين لو هو مش عارف ينتعى أسنين ممكن يقولك طبعا إحنا نقسم المقطعين عشان تبقى سهلة ان هو ينتعى أسناني 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 أغسل أسناني أغسل أسناني أسناني أغسل إيدي أغسل إيدي أغسل إيدي أغسل أسناني طبعا الأفعال جو كلها في الحمام فإحنا هنقدر الأفعال كلها أغسل أسناني أغسل وشي أغسل إيدي أغسل وشي وإيدي أغسل إيدي ووشي أغسل وشي أغسل إيدي أغسل أسناني أسناني تمام اجي كده فعل اخدنا فعل واحد فعلة اغسل واللي استخدام استخدم اغسل فيه هنكمل بقية اجزاء اجزاء الجسم ما اخدنا اجزاء الوجه اخدنا العين اخدنا الوش واخدنا العين تمام طيب احنا كده خلاص بالنسبة للافعال هو الفعل ده بس واحد واستخدامه تطبيق عملي تطبيق عملي تطبيق عملي طيب هناخده دلوقتي عين اجزاء الوجه اخدناها المرة اللي فاتت اخدنا الجلسات السابقة اخدنا الوش الوجه اخدنا العين هناخد النهاردة نكمل بقية اجزاء الوجه الام واحدة واحدة حصل ما طفل يستوعب ممكن طفل يستوعب اه ما فيش طفل يستوعب كل اجزاء الوجه في جلسة واحدة او في قاعدة واحد مع الام ممكن كل يوم او كل يوم انت تديه العوض من اعضاء الوجه اه بالوظيفة بتاعته فان شاء الله تثبت باذن الله تماما احنا اخدنا الوش وش 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 عين 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 او الوش وش 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 هنا الولد برضو عندنا او الولد وبنت وش 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 بعدين عين راهد فين عين 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 وبعدين نستخدم عين طفل يستخدم ان هو يطلع العضو الوجه وبعدين يدعو تاني على شكل بازل عشان يبقى سهل الاستخدام وسهل النطق باذن الله عين اشوف بيها عين اشوف بيها منخير 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 المنخير اشمي بيها الوردة اشمي بيها برفان اشمي بيها صبونة اشمي بيها شامبو منخير انفي مناخيري طفلي يمسك لو هو بكلم ضمير المتكلم عن نفسه يقف قدام المراية ويقول أعضاء جسمه راسي وشي عيني مناخيري بقي ودني ايدي رجلي طيب إحنا هنسبت حاجة دلوقتي بالوظائف هنتكلم كالاسم العضوة ليس ضمير إنه هو يتكلم عن نفسه هو بيتكلم دلوقتي عن العضو صورة قدامه فيقول ده عين عين طب بتعمل بعينك أشوف بيها مناخير أشم بيها وردة أشم بيها برفان أشم بيها صبونة أشم بيها شامبو مناخير ودني ودني نجيب صورة ودني وأحط عليها نعمل تطابق الشكل الصورة مع المجسم ودني ود ودني وهو أمام المرآة ودن للصورة اللي أمامه هي والبازل ودن ودن يقف قدام المرآة يمسك ودنه اللي اتنين تفاهميه كده يقف قدام المرآة يمسك ودنه اللي اتنين يقول ودني أسمع بيها وياريته هو بيسمع بيها بيقول الفاغت تشغلي له موسيقى أو جرس تليفون أو تريني جرس باب الشقة تشغلي له أي حاجة الأزان ودني أسمع الأزان ودني أسمع جرس الباب ودني أسمع رن التليفون ودني أسمع ماما بتناديني ودني حسب ما يستوعب الجملة والكلمة وسهولة الكلمة ونطقها بالنسبة له ودني أسمع بيها جرس الباب ودني أسمع بيها خبط ودني أسمع بيها ودني أسمع بيها ودني أسمع بيها طبعا نخلنا الوش ده العين الأنف الأزان بقي بقي فمي هو أدمام المرآة وهو أمام المرآة طيب مش أمام المرآة يبقى إيه فم بق يعمل تطابق تطابق مجسم مع صورة بق 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 بقي أتكلم منه بقي أكل فيه بقي أتكلم منه بقي أكل فيه بقي أتكلم منه بقي أكل كمام يبقى احنا كده خدنا اجزاء الوجه كلها راس راس راسي وشي راس امام المرآة راسي راسي وشي امام المرآة ده من المتكلم عين عيني منخير منخيري انفي اقول له الاسم منخير انفي فمي بقي اكل في اتكلم منه وادني اسمع بيها خلي بالكم مش بقي اكل بي غلط انا اسفل حيوناتها اللي بتاكل بي يبقى بقي ايه اكل في يعني امسك المعلقة واكل اثناء الفعل طبعا اقول الاسم الفعل يعني اثناء العملي اقول باسم الفعل نفسه عشان ما يختلطش عليه الامر في بعض الاطفال يعني بيتلغبطوا بقي اكل في بقي اكل في اتكلم منه اتكلم منه اتكلم منه اتكلم منه يا رب بالتوفيق ان شاء الله اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا جرز زر الجرز عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى